عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولية شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية وتوفير الخدمات والحمال الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطع الخاص في مصر حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطع الخاص المصري بقيمة 10.13 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطع الخاص الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطع الخاص ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني والاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب وبناء القدرات كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية والتمويلات التنموية الميسرة ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج نوفي خاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثل مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج حيث صدر بيان المشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي أشهد بالسياسات القطعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطع الخاص في المنصة وقرر الحكومة بتحديث مساهمتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج مع تأكيد أن منصة نوفي تقدم نموذجاً عملياً يحتذا به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسعة وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولية في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه ترجمة نانسي قنقر